السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رفاق في الجزء السادس من من هو احذر من الشريرة والان لدكم القصتنا عرفنا انه ماليسا مبارح راحت على المهرجان مع يوري وناين وإيان وهددت إيان وقالت له اتنحى عن المنصب عشان الامبراطورية اتضلها لانه هو فساد في الامبراطورية وما بيقدر يحكم ظنت انها بعد مطاردة ايان وراحت يوري مع اخوتها وعائلتها انها راح تعيش بسلامة خيرا وتستمتع بمشاهدة الالعاب النارية وناين في هذا الوقت قل لها شي واعترف لها بشي لكن هي ما سمعت من صوت الالعاب النارية ومن انشغالها بحد اخر كان امامها ولا هو جايك اخوها اللي كان معاه كاميرا حتى في العصر هذا لنرى الآن ما الذي سيحدث كانت جايك سعيد بمحمر الوجه من الخجل وكان يلتقد الصور لمن؟ بالطبع ليوري كانت ميليسا غاضبة هذا الوقت المطارد انه يقوم باخذ الصور لها بسرية وحل نهار اليوم التالي كانت ميليسا تتذمر تقول يونا ان كانت تعاني من اي مشاكل عسر هضم فلتخبرها لتستدعى الطبيب تقول لها ميليسا الامر ليس هكذا تكمل يونا ان ناين ايضا يئنه منذ الامس ألم يتناول كلاهما شيء من الشارع اثناء الاحتفال تسبب لهما بالمرض؟ تفكر ميليسا ناين ايضا؟ ما الذي قد يكون قلقا حوله؟ بتفكيري في الامر البارحة قد اراد ان يقول شيئا لها اثناء انطلاق الالعاب النارية كان ذلك بذات اللحظة التي ظهر بها جايك ذلك الوغد المجنون كانت ملكات قد تخلصت من ايان ليظر اخاها ليلتصق بيوري تعلم انه كان يطاردها بينما يقنى ذاته انه يفعل هذا لحمايتها لكن حقيقة الذهاب لمطاردة فتاة ذهبت مع رجل اخر للمهرجان هذا يعد هوس المراقبة كما ان هذا شيء لا يمكنه التغاضي عنه واه هل كانت شخصيته هكذا بالرواية الاصلية؟ لن يكون من السهل التعامل مع ذلك الفتاة حتى وان كشفت جايك حينها وهو يطاردها سيستخدم قوته ويهرب بعيدا بالحال هذا يعني ان عليها حل المشكلة من الاساس ان لم تجعل جايك يتوقف عن مطاردتها فان خصوصية تيوري دائما ستكون مهددة وتقول لم ترد استخدام هذه الطريقة لكن بعدها تخبر ميليسا يونا انها ستبدأ بالاستياد فلتحضر لها الادوات تتقزز يونا من ميليسا وتقول هل ستكتب خطابا للانفصال مرة اخرى؟ تسألها ميليسا لما هذه النظر المتمللة لكن لا لا تقلق ليس الامر هذا فقد ستقوم بتدربي قليلا لذا عليها التجهز للامر ستقوم باستياد الشخص الذي اعتاد على استياد الجميع نأتي لنايل الذي كان يشعر بخيبة امل تسأله حلوتنا برتقالة رح اسميها برتقالة من ديون مطالع لاني نسيت اسمها تسأله هل هناك مشكلة؟ يجيبها لا انه بخير تحدق وتقول هو لا يبدو بخير انه حتى ذهب للمهرجان مع سيدتها ما الذي يجعله هكذا؟ لقد كانت تشعر بالغيرة حقا عندما عرفت بالامر لكن لماذا هو كئيب هكذا؟ بعدها تلح عليه وتقول فليخبرها الان ما الامر لقد ذهب للمهرجان مع السيدة منذ عدة ايام ما الذي يجعله آسفا هكذا؟ يجيبها لا شيء انه حقا بخير لم يحدث شيء مميز في نديه برتقالة خادم ناين يقاطعه ويقول يمكنها مخاطبته بنان مباشرة لدعي لخادم تعتذر وتقول حسنا ناين لكن هل رفضت السيدة بليس اعترافه لها؟ بعدها يبدأ بالسعال تعتذر برتقالة وتقول يبدو انها قد قالت شيئا لم يكن عليها قوله يقولها لا انا هذا فقط لماذا قد اعترف؟ تقول لا ليس عليه الانكار لقد توصلت بالفعل لما يزعجه يصرخ ويقول لا هي لم ترفضه بعدها تسأله هل هو يحب السيدة؟ يخجل ولا يجيب تجيبه برتقالة وتقول انها تعتذر لكن هي بالفعل تبتلك خطيب انه حقا رجل رائع لكن ألن يكون الامر صعبا ان كان منافسه هو ولي العهد؟ يجيبها ناين ان ولي العهد ليس منافسه ميليسا لا تهتم له على اي حال ما يهمه هو ان ميليسا لم تتركه لذا مهما حدث سيبقى معها دائما لا يريد ان يبتعد عن السيدة ميليسا يود ان يظل معها حتى النهاية ويقول انا ملك لها ولكن لا يمكنني طلب حبها ان لم ترد اعطاءه لي وبالتالي لا يمكنك لوم شخص على حبه لشخص آخر تحدق به برتقالة وتقول هي ايضا تحب سيدتها لكن ان كانت رجلا وأحبتها لم تستطيع الاستسلام قبل هذا لكن لماذا ناين حزين جدا ان كان بالفعل قد تقبل موقفه يقول ناين لبرتقالة انه سيذهب بعدها يلتفت ويقول هي لم تقب برفضه بل اعترافه لم ينجح وجاء الخريف سريعا كانت ميليسا تحدق بالاشجار وتقول ان الرياح باردة قليلا ثم تقول لناين ان الطقس ليس باردا لدرجة اعطائها معطفه وتخبر يوري انها لا تحتاج تعويض التدفئة وتتساءل ماذا عليها ان تفعل مع هذان الاثنان انطلبت منهما اعارتها بعض النقود سيعطينيها كل شيء دون حتى السؤال عن السبب هكذا يا اطفال تقول يوري لميليسا لقد مر شهر بالفعل منذ ان بدأت التدريب سيكونوا جيدين هذه المرة الصيد الاسبوع المقبل كانت يوري ستمثل عائلة ليزابيث كانت جيدة في المعالجة وتخبر ميليسا اذا حدث اي شيء لها وتأذت فلتخبرها على الفور الامبراطورية تعقد مصابقة للصيد الاسبوع المقبل وعلى جميع العائلات الارستقراطية المشاركة هذا يعني ان الحشرات الاخرى ستكون هناك طبعا ميليسا ستشترك ايضا تتساءل يوري لكن الدوق واخاها موجودان طبعا السبب او القانون شخص واحد من العائلة فقط من يصبح له بالمشاركة لكن ميليسا اصرت على الذهاب لانه بهذه الطريقة ستضمن جحة خطتها وتقول لناين ويوري انها تعتذر لكن هذه المرة ايضا تحتاج الى استعارة قوتهما قبل 150 عاما كانت حوش المانا تجوب جميع انحاء مملكة باسيليان لحسن الحظ قد استطاع السحر التخلص منها وعاد الامان للامبراطورية ومنذ ذلك الوقت فيوم نصر الامبراطورية ضد هذه الوحوش تحول الى منافسة للصيد تعقد هذه المنافسة كل عام بهدف عدم استيان الايام التي كنا نرتعد بها خوفا بسبب الوحوش بالتأكيد هذا الهدف قد اختفى الان فاصبحت المنافسة مجرد مكان لتجمع الارستقراطيين الانيسا ميليسا بودبريت من عائلة دوق بودبريت قد وصلت وتوقف الجميع عن فعل اي شيء واو نميمة شان في الصورة يا شباب شفتوها حين نميمة شان وها هي ميليسا بملابس الصيد خاصتها تقولها قد جاءت طوال الطريق الى هنا حضق بها الجميع ويقولوا يا الهي ما هذه الملابس انها بلا اي تحياء تصرق ميليسا في عقلها وتقول هل عليها الاصطياد بالفستان هاخ فلتتشاهل هذا انه رد فعلا طبيعي لاشخاص يعيشون بهذا العصر والحقبة الزمنية بعدها ينادي عليها احد بيقول انتي هنا حقا نيسا بودبريت تحضق به ميليسا وتقول من هذا لم ترى وجهه القبيح هذا من قبل حسنا انها تكره التفكير هكذا لكن يبدو انه شخصية ثانوية للشخصية الثانوية تخبره ميليسا نعم ماذا في هذا العالم الشخص الجيد والسيء ان كان وسيما فهو شخصية رئيسية وان كان قبيحا فهو شخصية ثانوية مثل هذا الشخص هنا انه عار لكن بالتفكير في الامر نايد شخصية ثانوية لكنه وسيم بشكل استثنائي وتتساءل ربما هناك سبب خلف هذا هل تريدين محاولة اغواء سمو الامير ولي العهد ستحاولين جاهدة الصيد بيديك الصغيرتين لما لا تبقين هادئة فقط وتذهبين للجلوس بين النساء تحق ميليسا ودنيا وتقول انه لا يستحق ان تجيبه حتى هاي انتظري هل تتشاهلينني انتي حقا سيدة غير مهذبة تقول ميليسا في عقلها لقد كانت تحاول ان تكون مهذبة وتخبره ألم يجدي هذا نفعا هاي الآن ألا تفهمين ما أقوله إن كنت لا تفهمين فعليك الاعتذار لي الآن ولتذهبي للجلوس تحت المظلة بهدوء ثم تقول ميليسا هي لك من مزعج بعدها تسحب يدها من يد هذا الشخص الثانوي تقول انه ضعيف للغاية هل يقدر على ان يحمل السيف يتسأل الرجل ها ها ما قوة هذه المرأة ثم تقول ميليسا أنا بالفعل الشخص الذي سيمثل عائلة بود بريت وألن يكون من غير السهل تغير ذلك الآن من غير الممكن بأن لا أتعلم بشأن ذلك إذن لماذا تحاول افتعال شجارا معي أعلم بأن العديد منكم لديه مشكلة بشأن اشتراكي في الصيد لكن حتى الدوق والإمبراطور قد وفقا بشأن ذهابي إذن لماذا تستمر بمجدلتي بشأن ذلك هل تحاول التلميح بأن قرارهم كان خاطئ كلا هذا لم يكن ما قصصا إذن أقف بك مغلقان حتى لو كنت شخصا شريرا فأنا أملك مشاعر أيضا لأنه نوعا ما مهين أنا لا أهتم إن ذهبت للحديث عني خلف ظهري لكن أنت زعجني بآرائك هكذا كما تعلم أنا إمرأة شريرة قد ينفذ صبرها وأنا الآن بدأت أن زعج تأتي خادمة عن مليسا وتخبرها إنه الإبن الأكبر لعائل الدوق يورك شار تقولها مليسا حقا لابد أن الدوق لم يستطع تربية وتعليم ابنه جيدا وتفكر مليسا عليها أن تتصرف بلباقة قد أرادت إحضاري هنا وناين فقط لكن شرف العائلة أخبرها الدوق أن تأخذ خمسة من الخدم معها على الأقل حسنا هذه ليست النقطة المهمة عليها بدء المهمة الدوق ملودي سيبكي بسبب ما سيحدث بعدها تصرخ مليسا يأتيها النادل ويقول أليس لذيذا هل هي بخير هل من شيء مفاجأ تقول مليسا لا لقد أكلت كثيرا تعتقد أن معيدتها تؤليمها ستذهب لإفراغ معيدتها يونة كانت تشعر بالقزس بعدها تتنهد ثم تقول يبدو أن لديها مشكلة عاجلة سيذهب لمكان الأحصن أولا في حمامات الخدم هناك أن تعاني أنيسا أورستقراطية من الإمساك الهضمي له شيء مقرف لا تعتقد أن النبلاء سيتحملون لكن الخدم سيراع الأمر لذا لا بأس تبكي مليسا وتقول اللانا إنها لا تعاني من الإمساك ثم تقول يونة تراها لاحقا تتفهمان عن طريق الإشارات وتسأل يونة هل هناك مشكلة من دعمها؟ اختفت مليسا بلمح البصر وكان هناك خيط يدلها على الطريق ووقف الضوء أمام شجرة تقول مليسا الصافرة لم تنطلق بعد ولم يتم رفع العلم يبدو أنه الأسالة هناك وقت للبداية إذن هي لم تتأخر تنادي مليسا وتقول شيك بود بريت أنا أعلم أنك هنا لذا فلتخرج لكن لم يجيبها أحد ثم تقول قد تأكدت بالفعل باستخدام حجر سحري إن لم تخرج سأخرجك بنفسي بعدها خرج بسرعة تقول له لقد مرت فترة صحيح منذ أن نظرت لوجهك ثم يسألها ما الذي تريده يا ربي حلو حلو يهب 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 أعوذ بالله من الحلوين يا الله تغضب وتقول في عقلها هو لم يقل لها مرحبا حتى تريد الصراخ عليه الآن لكن هذا ليس الهدف من قدومها إلى هنا عليها الصبر تسأله هل يحب الأرانب؟ إنها تحبها أكثر من أخاها المطارد ماذا ستفعل لقوة المانة الضعيفة خاصتك؟ هذا ما كان يقوله تعبير للأستاذ جايك لكن ما تعلم شيئا يا أخي العزيز؟ إذا سعيت بجد لتحسين شيء أو للحصول على شيء فستحصل عليه يصرخ جايك ويقول ما هذا؟ لقد التفى الضوء الأصفر حول جميع أنحاء جسده تجلس مليسا وتقول الأرنب أفضل منك فهو لطيف وصغير ألا تتفق معي؟ جاكي؟ حان وقت الصيد واو حزاي لك يا أستاذ أرنب كان أستاذ أرنب يجري وهو يبكي ويقول كيف تتجرأ؟ صدفة الوحوش الذئاب كان يجري هنا وهناك يختبئ مثل جرد صغير أو أرنب الخائف هو في الحقيقة أرنب تنادي عليه مليسا أوه أخي الصغير أين تختبئ؟ تساءل جيك في عقله كيف انقلب الأمر هكذا بحقي؟ بعدها بدأت الصافرات وانطلق الجميع للصيد كانت يوري قلقة مليسا لم تعد بعد ربما السحر لم ينجح منذ وقت ليس بالبعيد طلبت مليسا من يوري تعليمها السحر أو أنه تعليمها تقنيات سحرية لكن يوري أجبتها أن سحر مليسا لن يكفي أبدا تقولها مليسا لا بأس طالما ستتمكن من التخلص منه تجيبها يوري حتى لو كان بإمكانك استخدامه لمرة واحدة قوة مليسا ضعيفة مثل النملة لن تتمكن أبدا من استخدام السحر بعد ذلك تشعر مليسا وكأنك برياءها ذهب مثل النملة بعدها تقول يوري إنها تطلب منها هذا من فضلها هذا لأن يوري هي الوحيدة التي يمكنها الوثوق بها وهنا ضحكت مليسا على يوري بكلمتين وقالت يوري حاسنا بالطبع فالتفق مليسا بها ستذبق صار جهدها ستجعل السحر يستمر لمدة ساعة تقريبا بعدها جاء حارس ليوري وأخبرها أنه حان موعد انطلاقها وجلست يوري على الحصان الخشبي وتنقلت بوسطة السحر بعدها التفتت لترى أن مليسا أتت من الغابة ترحب بها يوري وتتسأل مليسا لماذا يوري لم تغادر بعد تذهب يوري عند مليسا وتسألها لماذا تأخرت هكذا هل كل شيء سرع على ما يرى تقول مليسا تم نفخ البوق أسرع مما توقعت والمسافة طويلة من هناك إلى هنا لكن كل شيء قد تم تضحك يوري وتقول إذن كان بستطاعتها البدء من هناك لماذا أتت إلى هنا تجيبها مليسا لا زال عليها ركوب حصان الصيد هذه هي الطريقة الوحيدة للصيد لقد تمرنت كثيرا لركوبه جيدا كما أنها تعلمت التشبت حتى إن أسرع تخبرها يوري حسنا فلتلطقت أنفسها والإذهب ستكون في انتظارها كانت مليسا تتحدث مع حصانها سمته بلاكي وأخبرته أن يبذلوا ما بوسعهما حصانها ذو لون أسود لذا سمته بلاكي أكثر خيول عائلة بودبريد أصالة حصان معروف بمزاجه الحاد وترويضه الصعب سقطت مليسا عن ظهره ألاف المرات لكن بطريقة ما باد يشبه الكلب ريف الخجول تشجع مليسا حصانها وتقول إذا فعلوا هذا بشكل صحيح ستدعه يمضغ شعر جاكي هنا تحمس الحصان أصبح سعيدا جدا ثم تقول مليسا لخدمها ألا يتبعوها فقط فلينتظروا هنا ستعود سريعا وتبدأ مليسا بالصراخ انطلق الحصان بسرعة جنونية حصان بسرعة جنونية تصرخ وتقول تمهل قليلا تقف توقف قلت لك توقف تصرخ وتقول توقف أيها الأحمق سحقا سحقا لهذا تلك الفتاة دعونا نرى إلى أي مدى يمكنها التحمل سأنتقم منها على مفعلته يوما ما ها هذا الصوت هل هي طريدة كبيرة أنا لست جيدا في الصيد ابتعدوا عن الطريق قلت لكم ابتعدوا عن الطريق حالا ها سيدة بودفريت هل هذه هي حقا ما الذي يجعلها تبدو هكذا لكن المظهر الفعلي لمونيسا هو هذا هذا هو طريق ابتعدوا من هنا وكان جميع الفرسان بما فيهم أحصنتهم خائفون نيجي إلى الغلبان جيك بودفريت يقول كيف حدث هذا كالمعتاد يتصرف بحماقة وهو يراقب يوري عن كثب لا 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 لقد لاحقها فقط لحمايتها أخته اللعينة فجأة أصبحت تستخدم السحر متأكد من أن مليسا لا تمتلك القدرة على إلقائي مثل هذا السحر لكن ما اللفظ حدث ها أخي الصغير اللطيف إلى أين أنت ذاهب تعال إلى هنا من الخطر أن تذهب بعيدا بمفردك هيا يا عزيزي يقول جيك في عقله ليكون صادقا نعم كان مهملا قليلا لم يكن يعلم أنها هي من تنططي ذلك الحصان المجنون هل كانت مليسا دائما بهذا الحجم؟ في الواقع لم يكن الذئب الذي واجهه مخيفة مقارنة بها ووثق من أنه سيتمكن من الهرب من تلك المتوحشة تقول مليسا هناك الكثير من الذئاب المخيفة والصيادين هنا سأحميك تعال إلى هنا يا عزيزي يقول في عقله أنت تمزحين معي أنت أكثر من يخيفني الآن مهما هرب من جميع الذئاب الصيادين تبقى هي قادرة على إيجاده كيف تستطيع الظهور من العدم كالأشباح هكذا؟ لقد انتهى وقت التعويذة تقول مليسا لم تحتاج استخدام جميع تلك الأشياء باهظة الثمن هذا هو ناين قام بتغيير لون فروح عن طريق السحر كان ناين هو الذئب الذي يعذب الأستاذ أرنب ويلحقه في كل مكان بعدها تظهر يوري أمام جيك تقول لي مليسا لماذا تقوم بمطردة أرنب صغير مثيل الشفقة ضعيف وجميل هكذا تعتقد أنه سيموت سيموت إن لم تقم بحمايته علينا حماية الصغار الضعفاء لكن السؤال هو هل هذا الضعيف يجب عليها حمايته بدون أن يطلب منها هذا؟ كما أنها لا تعلم تحديدا مفهوم الحماية أوه بتأكيد ذات المفهوم سينطبق عليها حتى إن كانت هي الشخص الضعيف بعدها تلقيه على الأرض وانتهى السحر عادت جيك لطبيعته بعدها ترحب مليسا به وتقول هاي جاكي بعدها تشعر كأنها الشخص السيء بعد رؤية تعبيره هذا أوه بتأكيد أي شخص إذا رأى هذا الموقف سيعتقد هذا أيضا تقول الحمد لله إنه بخير لكن إنه مدين لها بالشكر لماذا لا يريد أن يشكرها يتعجب منها ما الذي تقوله تقول له أنا لا أعلم كيف لم ترى هذا لكنني كنت أقوم بحمايتك طبعا الأخ كان مستغرب إيش هاي الهبلة قاعدة بتقول بعدها تكمل بالتأكيد فأنت قد تحولت إلى أرنب صغير ولطيف لذا قد أصبح من واجبي أن أقوم بحمايتك من تلك الذئاب المتوحشة أليس كذلك؟ لذا عليك شكري فبفضلي لم يتم الإمساك بك من قبل تلك الذئاب أو حتى الصيادين يصرخ ويقول ما هذا الهراء؟ ما تطلب منها حمايتها؟ إنه بخير ويستطيع حماية نفسه بنفسه تقول له أنا أعلم أنا أتفوى بالهراء صحيح؟ أنت لم تطلب مني أبدا حمايتك عندما احتجت إذن كيف تعتقد سيكون شعور الأشخاص ليس الأرانب؟ هي لن تطلب منك قط حمايتها لكن إن قمت بمتبعتها سرا حسنا لنعرف القصة جايك كانت تلك الشخصية التي تقوم بحماية يوري بصمت من الخلف إن فكرت بالأمر للوهلة الأولى ستراه كأنه يقوم بمراقبتها فقط حمايتها من أي خطر لكن إن أعدت النظر قليلا بالأمر فيمكنك معرفة أنه فقط أراد التحكم بيوري وامتلاكها وضمان عدم اقتراب شخص آخر منها بالإضافة إلى ذلك فهو لم يهتم أبدا برأي يوري بل أعطى ذاته كامل الحق باعتبار يوري شخص ضعيف يحتاج للمساعدة هائما بأوهامه هو كان مجرد مطارد ثم تقترب مليسا منه جايك بود بريت لقد أخبرتك العديد من المرات ذلك الشيء الذي تفعله لا يمد للحب بصده إن كنت حقا تحبها لا تقم بمراقبتها بدون أن تعلم يجب أن تعترف أمامها مباشرة دائما ما كانت جايك عنيدا لا يهتم إلا بما يعتقده هو كما أنه لم يحظى بأي محادثة طبيعية سابقة مع يوري بمعنى آخر هذا هو لقاؤهم الأول رسميا بعدها تتقدم يوري للجايك وتنادي عليه يقاطعها الجايك ويقول يوري أنا تقاطعه يوري وتقول كان يقوم بملاحقتها ليستطيع مراقبتها فقط أليس كذلك؟ كان هذا هو رد فعل يوري عندما أخبرتها مليسا واو قصيف أنا جايك يقوم بمطردتها سرا مجنون؟ هل هو منحرف؟ لا تعلم إن كانت قد اعتقدت هذا بالرواية الأصلية أيضا تخبر يوري الجايك الآن أنا حقا مشوشة وخائفة أنا قادرة على حماية نفسي بل أنا أيضا أعتقد أنك أكثر من يهدد حياتي لذا من فضلك لا تفعل هذا مجددا أوه أيضا ابقى بعيدا عني قدر الإمكان على الأقل 150 مليون كيلو مترا كي أو فازت يوري في المنافسة كانت هذه النهاية بالنسبة لجايك بود بريت تقول مليسا إنه مصدوم تماما فعلى الرغم من كونه قناصا إلا أنه من صدمته قام بتركب منطق يده أرضا هذا يدل على مضى صدمته هيا من فضلك تجاوز عن هذه الصدمة لقد تخلت مليسا عن إمكانية استخدامها للسحر لوقية حياتها فقط لتحويله إلى أرناب وذلك حتى يتعلم الدارس بعدها رنى بوق انتهاء المسابقة تتساءل مليسا لماذا بوق نهاية المسابقة يرنه بالفعل حدث الإمبراطوري السنوي لا يمكن أن ينتهي بهذه السرعة يبدو أن هناك تغيير غير متوقع بالأحداث ثم تقترح يوري أنه يجب عليهم العودة إلى نقطة البداية كان جميع النبلاء هناك أتت مليسا مع الجيك ومندقيته هناك العديد من الأسباب لانتهاء مسابقة الصيد بهذه السرعة لكن حدث طارق غير متوقع لا يمكنك التغلب عليه حتى إن كنت نشيطا هي حتى ليس عليها محاولة الصيد أي شيء فهناك شخص قد حزم نتيجة المسابقة بالفعل عمل بلا أي معنى من الأحبق المسؤول عن هذا لكن عند تفكير بالرواية الأصلية فهذا التصرف لن يصدر إلا من شخص لن يستطيع الفوز بقلب يوري انظروا من هنا أليست هذه الدوقة فتاة السيف إنه جاك فورتون لكن جاك فورتون لم يشارك في الرواية الأصلية يقول جاك الذئب البني الصغير ذلك هو ناين صحيح؟ إنه سعيد لرؤيتها بعد هذا الوقت الطويل أين كانت؟ لم يرىها منذ حفلة الشاي اللي عينا تلك لا أحد يفكر في فعل أي شيء ولا تعرف ميليسا ماذا تفعل؟ ونميمة تشان كانت شغالة ما شاء الله عليها هاي أستاذ نميمة قاعدة بتحش وتتكلم نصيبة إنها بتغير شوعيها إن لمس الذئب إنسانا بتهور فقد يحدث شيء كبير لا يمكنهم العيش دون أن يستعيدوا فخرهم لفترة طويلة تقول له ميليسا اعتقدت أنه كان في مكان هادئ لأنها لم تستطع رؤيته يجيبها حاسنا لقد كان يتجول هنا وهناك لأنه كان يشعر بالملل لا تمجد حفلات شاي أخرى لذا فإن السحر يتصرفون بجنون إن اقترب أحد من القصر وبونت بريت فجأة لم تسمح لأحد بالاقتراب من ملكيتها لكنه سمع أن هناك مسابقة صيد لذا حصل على إذن الحضور وقتل الملل تفكر ميليسا هذا يعني أنه كان طوال هذا الوقت يراقبهم دون معرفتهم؟ ثم تخبره كان عليه البقاء بتهذيب وهو صامت في غابته لماذا يستمر في القدوم ليطلقى الضرب والهزيمة فقط؟ استشاط غضبا وقال ماذا؟ فليكتشف بهذا الشأن حالا هل باستطاعتها حقا هزيمته هذه المرة أم لا؟ وينقض عليها بسرعة البارق انضمر الأرض من تحتها لكنها قفزت وهجم عليها مرة أخرى لكن ميليسا لوحد بشيء ما على جاك فورتون وطارب عيدا بعدها وقع على الأرض وكان الدماء يغطي وجهه استغرب الجميع جاك أغمي عليه من ضربة واحدة لقد ضحت بسيفها لهزيمته بعدها تقول ها؟ سيفها لا يزال بحوزتها إذن ما الذي ضربت به جاك وقامت بكسره؟ كان هناك أحد يبكي بجانبها إنه جاك يا إلهي مونيكا بندقيته قد تم كسرها تتفجأ ميليسا هل منح البندقية إسما؟ ومونيكا أيضا؟ أوه إن البندقية أحد أسلحة منزل الدوق الثمينة لهذا كانت قادرة على هزيمة الذئب تضحك ميليسا بخوف وبجانبها جاك يبكي بحرقة على بندقيته التي يحبها أكثر من محبوبته يوري تعتذر ميليسا لجاك وتقول ستعطيه بندقية أخرى لم تقصد ذلك يقول لها هل تمزح معه الآن؟ مونيكا أتعتقد أنها قابلة للاستبدال؟ تلتفت ميليسا ليوري وتسألها ماذا يمكنهما أن يفعلاه؟ تعتذر يوري لا تملك أي شيء يكمل يكمل جاك أن هذا السلاح ذو قوة المقدسة لذا حتى لو جمعوا القطع معا فلن يكون قادرا على لقد انكسرت لأنها قامت بضرب ذلك الذئب بها إنها سلاحه المفضل تقول ميليسا أرجوك توقف الذئب فقد وعيه أمامها الآن لكن بالجانب الآخر هناك أخ صغير يبكي لأن بندقيته مكسورة وخلف الكواليس ناين يتظاهر بكونه جارو فقد فاته الوقت المناسب ليتحول إلى إنسان حتى النبلاء يحدقون بها وكأنها شخص قام بسرقة أغراض أخيه لذا من فضلكم فليخبروها أي أحد أن هذا مجرد حلم بعدها يتقدم إيان من ميليسا وتقول في عقلها ما الذي يحاول أن يقوله هذا الشخص لها الآن يقول لها تبدو متعبة ليس فقط هي ولكن أيضا الآخرين لذا من الأفضل إنهاء هذه المنافسة بسرعة سيعلن عن الفائز لاحقا صاحب الجلالة ليس هنا في الوقت الحالي لذا سيعتني بالأمر تقول في الرواية الأصلية كان من المفترض أن يكون هناك حفل الإعلان الفائز ومن ثم حفل توزيع الجوائز لكن ولي العهد يقول أنه سيلغيهم جميعا لا تريد إنهم مراعي إيان هل هو إيان حقا؟ ويقول إيان للجميع لا يريد أن يذكر أحد ما حدث اليوم سيتواصل هو وعائلة فورتون لذا إن أرادت الآنيسة يمكن للورد جاك فورتون أن يكون تحت مسؤولية الأسرة الإمبراطورية ألم يحاول هو مهاجمة الآنيسة ببادئ الأمر؟ تفكر ميليسا إنه أمر محرج لسبب ما فما خطبه فجأة وتشكر إيان ثم تقول لكنها تعرف كيف تخضع السير جاك فورتون لذا ستتولى هي أمره فل يقرضها عربة فقط يمكنها فقط أن تطلب عربة أخرى من منزل عائلتها لكن لا يمكنها رفض كرم الأمير أمام الكثير من الناس حسنا لا تكره إيان الغريب هذا جايك الباكي والجاك المغمى عليه وضعه في العربة تنادي ميليسا على يونا وتقول لها هل تعرف أي تجار أسلحة نارية؟ تسألها يونا هناك القليل لكن لماذا؟ تلتفت ميليسا على يونا بعد من فهم لهذا السؤال الغبي لقد كانت تسأل فقط سؤالا عرضيا لتصفية ذينها لماذا حتى إجابتها صادمة؟ تأتي يوري عند ميليسا وتقول لها إذا لم يستيقظ هذا المستذئب فقد ينتهي المطاف بعائلة فوردن هنا هل لها أن تذهب معها كطبيبة؟ تقول لها ميليسا بالتأكيد كانت سعيدة وتشكر يوري وتقول بمجرد أن تحل مشكلة تظهر الكثير من المشكلات لتحلها من أين ستحصل على سلاح ناري مقدس؟ كيف تستطيع التخلص من جاك الآن؟ كان يجب أن تلاحظ هذا قبلا هذا مصدر قلق صغير مقارنة بما سيحدث بعد ذلك كانت ميليسا تعرف تفاصيل القصة الأصلية لكن لا يمكنها منع أو تغيير أي شيء حسب رغبتها وهذا يعني أن بعضا من الأحداث الأصلية ستحدث مستقبلا لا محالة مثل أن يقع الشخصيات الرئيسية في حب يوري وكذلك المسابقات المختلفة وحدث الصيد عند مرحلة ما سوف تظهر الشخصية الشريرة للعلن تعود ميليسا للمنزل كان الجميع منشغل في إحضار الأدوات الطبية المناشف للضيوف والمريض تم نقله على مقالة ودوق بودبريت كان واقف فيقول يا لهذه الفوضى تتنهد ميليسا وتفكر في عقلها ماذا يعني؟ هل يسمي إحضار ابنته لكلب آخر للمنزل بالفوضى؟ إنها متعب أهل ذا فليدعها فقط تشرح له سريعا لقد هجلت المستذئب الذي هجم قصرا لو لقد احترته معاني أنني لم أتوقع أنه من الصواب تركه خلفي استغرب الدوق مستذئب؟ يجيبه أجل ابنك ذلك الفتى ذو الوجه المحطب أصبح عامسا وبقي في غرفته قال أنه ليس بنفسه الآن في الوقت الراهن لأنه فقد شيئا ثمينا لذا فلمهلوه وقتا بمفرده استغرب الدوق فقد شيئا ثمينا ثم تقول ميليسا مصابقة الصيد انتهت على نحو جيد وهذه هي الأنيسا يوري إنها ابنة البارون إليزابيث وهي ضيفتها فليرحب بها كما أنها ستحمل كامل للمسؤولية جراء أي مشاكل يسببها المستذب والآن تستميحه عذرا ستغادر بما أنها انتهت وتخبر يونا وناين أن يأتي معها يقول لها الدوق مهلا أليس هذا الخادم لا يستطيع الكلام؟ كيف تكلم؟ تقول في عقلها تعتذر على فعل شيء آخر قبل أن توضح الأمر له لا يمكنه أشرح الأمر الآن حان وقت الاستحمام يجب أن تستحمه سريعا تقول المياه رائعة تخبرها يونا أن المياه ساخنة ويجب على السيد الاسترخاء تقول لها مليسا لا بأس المياه هنا منعشة ولا يهم أي شيء بالنسبة لها بهذه الطريقة ستستمر في عيش هذه الحياة سيكون لديها الكثير من المشاكل يحلها في المستقبل لذا تظن أنها ستحتاج للإسترخاء جيدا الآن ولكن هذا لا يعني أن هناك شيء بعينه سيحدث كان عليها التفكير والتخطيط أكثر لقد قامت بتغيير الأحداث قد تبدو الأحداث كأنها في صالحها لكن العكس هو الصحيح تقول مليسا لأستاذة برتقالة هل وجدت يوري؟ ألم تجدها في الحمام؟ تقول برتقالة نعم لكنها لم تكن في الحمام حتى أنها بحثت عليها في الأماكن الأخرى لكن دون جدوى تقول مليسا تشعر فجأة بشعور سيء بعدها تقوم مليسا بسرها وتسأل متى اختفت يوري ربما اختفت منذ عبورهم من البوابة الأمامية قد يجدوها في الحديقة سيكون من الأفضل لو خرجت للبحث عنها بنفسها وتقول لناين أن يذهبا معا لتقفي آثارها أما يونى وأستاذة برتقالة فليسأل الناس عما إذا كانوا قد رأوا يوري طبعا جلس يبحث هنا هناك هنا هناك حتى حل وقت الغروب يقول لناين هذا غريب لا يوجد أثار للسيدة يوري في أي مكان يبدو الأمر كما لو أن الأرض انشقت وابتلعتها تغضب مليسا لقد كانت تحاول إقناع نفسها أن هذا لن يحدث حسنا فليبحثوا مرة أخرى هم في موسم الصيد سيحدث هذا قريبا هل كانت الحبكة الرئيسية للقصة الأصلية هكذا؟ ثم تتساءل مليسا لماذا الحديقة هادئة جدا هكذا؟ كان ناين يقف في مكانه بلا حراب ويقول لمليسا هل تعرف ما هذا؟ وماذا يفعل هنا؟ كانت مليسا سعيدة أوه يا صغيري إنه أجمل من جاك مئة مرة تجلس وتقول لها أن يأتي إلى هنا ما الذي يفعله بالخارج؟ لكن ناين لم يقترب تلتفت إلى ناين وتقول ماذا؟ هذه أول مرة تراه يظهر هذه التعابير منذ نصف عام هل هناك أي شيء غريب؟ وأيضا تشعر أن هناك شيء ما ناقص لما كلبها ليس لديه طوق حتى لا يرتعب الناس يقوم سيد كل كلب بوضع طوق عليه اسمه على كلبه بغض النظر عن كم هو لطيف فهو لا يزال كلبا وهناك العديد من الناس الذين يخافون من الحيوانات اللي هي زي استباع الذئاب الكلاب لكن هذا سيء أوه هذا سيء جدا لقد قدت أن أخرج تحضق به مليسا مستغربة ريف؟ هالكلبها ريف؟ تكلم الاتتاو؟ ماذا؟ ما الذي حدث لك يا سيدتي؟ لابد أن تكوني مصدومة حتى تبدي مثل هذا التعبير تقول يا إلهي ما هذا؟ عذرا لكن تسأله من يكون؟ وتتمنى ألا يكون؟ من تفكر فيه الآن؟ يجيبها ومن تظنين أنني أكون؟ حاولت أن تمسك سيفها لكن يبدو أنها تسرعت كانت في ملابس النوم أمسكت بناين لكنه كان يرتجف تتنهد مليسا ما تقول لا يمكنهم أن يعلموا إذا كان هذا لي في الحقيقي أو قد تم الاستحواذ عليه من شخص ما إذا كان الأمر فيما سلف فإنها لم تكن لتتردد في تمزيقه إربا لكن إذا كان الأمر في الوقت الحالي بأن شخص ما استحوذ على جسد كلبها فإنها استخسر ليفي للأبد لذا ستصمر قليلا لأن جروها لطيف مسكين إنه مثل جرو الذي سيبكي عند موت صاحبه تسأل مليسا الجار ما الذي فعله لكلبها؟ يجيبها ليس بالشيء الكبير سيستخدم جسده لفترة حتى يستطيع دخول هذا المكان لحصن الحظ هذا الكلب لديه القليل من دماء الذئاب النبيلة بداخله تقول مليسا إنهم يمتلكون شعوذتهم الخاصة التي تكون مشابهة للغاية من السحر لقد كان أكثر الأشخاص ذو الخبرة في ذلك كما كان يحب فعل أشياء النحشية للمتعة لذا عندما علم بأن جاك قد أصبح لديه اهتمام بفتاة قام باختطافها لغرض التسلية فقط بعدها يتحدث الكلب يجب علي أن أقول بأنني ممتن لك لإبعادك تلك الفتاة من ذلك المبنى المحصل بالسحر بليسا بود بريت الفضل يعود لك كل شيء كان أسهل حتى إن تلك الفتاة لا تعني شيئا بدون حماية البارون إليزابيث تقول له أن يخرس أوه لقد ارتعبت عزيزتي بأي حال لقد أردت أخباركم بهذا لقد قمت باختطافة أميرتكم الصغيرة جاك فورتون، ميليسا بود بريت وناين فورتون تعالوا لإنقاذ الأميرة وأخيرا ظهرت الشخصية الشريرة في الرواية ما الذي سيحدث لعزيزتي نايوري الآن بعد أن تم اختطافها وأين تم اختطافها ومن هو هذا الشخص الشرير الذي استحوذ على جسد كلب ميليسا ويكن الضغينا لجاك بغرض التسلية وشخصيا لابننا العسل ناين إنه مستذئب لم يظهر بعد هذا ما سنراه ونعرفه في الحلقة القادمة نراكم في الجلس القادم السلام بسكو الختام وداعا لافي جايز أخي يا ظهري يا ظهري يا ظهري أخ أخي ظهري ها سيدة بود بريت مالذي تفعلين واو صوت عالي لا إله إلا الله أيوة أيوة سيزون اه جون ايوة مشتري يا بابا ليش أنا مش فهم آنه